رحمة الله اليوم سنبدأ الدروس ديالنا كيفما كتوعدتكم ان شاء الله سنضير مراجعة للتنس اللي هما للطن ديالة كونجيجة في اللغة الإنجليزية فرست tense is the present simple in this tense we use the subject pronoun plus verb plus s es or ies for example i have here a sentence yeah he watches tv and we're going to write another one she plays football and the last one my brother studies french here we have three examples first one we have the verb watch the second one plays and the third one studies so the changement that we have here to do as we can say what we can say here we have s e s i e s so the first one here we have is المثال ثاني s المثال ثالث i e s so the first one you can say here we have the verb اس للمتغطة لدينا لدينا عندنا مع double consonants يعني deux consonants مثلا مثلا أو المختلفين لدينا double s أو مثلا هذا الترميزات الآخرين اللي غادين نكسب هنا أنا X أنا O أنا Z لدينا مثلا أنا في Go Fix Freeze Finish نحن نعطيهم كأمتي لدينا إذا أخذينا Go لدينا هنا في هذا الوقت الضبط إما قلنا The verb change in the third singular person لدينا نحن نعطيهم in the third singular person يعني هنا بهذا السرع كان قصد ثاني 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 هؤلاء هنا القاعدة فهي تبدأ عندنا هاد لطن هادا ه� ثاني إت هلا أخذيت I كنقول يقول I go, you go, he goes, she goes, it goes, we go, you go, they go. لذلك الآن ستبقى نفس المثال يعني fix, I fix, you fix, he fixes, she fixes, it fixes, we fix, you fix, they fix. نفس المثال يعني freeze, finish يعني أي فئة غير يجي من ذات. لذلك هنا لدينا go قلنا نقول goes, fix, fixes, freeze, freezes, finish, finishes. والخلطة المتداول هو عندنا الخلطة ما بين go و do. حيث هذا الفعل هذا الأول اللي هو go. إذا أخذ الos نقول goes. دو من اللي يأخذ الos نقوله does. كي اللي يخلط مابيناتهم كي يمشي على المم صن. مثلاً كتقول دو does من اللي يوصل الgo و يقولك gaz. ما كانش هاد الابرونسياتي هادئي. من كان قراو هادئي does و هنا كان قراوها goes. ما تخلطوش هادلي دو verب. من كان هنا في الكاتيغوري اللو لك ما قلنا. الverbs ending with double consonants. شوي يكونوا دو كنصون بحل بحل. اولا مخالفين. والآو زيت. ناخدو المثال الآخر. ليهما les verbs اللي كنديرو فيهم is. هما verbs ending with يعني السيغة. الفاول هنا هي ناخدو مثال عنا كراي. ناخدو هنا مثال اخر انجوي. هنا يلا وصلنا مثالا فلا كونجا كيزان دي عنا الهي وشي ويت. كراي. انتولي كراي. ستادي استادي carnß انجوي انجوي بلي بليس الآن هنا درنا الاسaw لولانة والامام اي 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 ويلين من الحلية في الي بشанти وضع ما ترونل ع هنا before this one we have a consonant and here we have two vowels O and Y Vowels plus Vowel O Y and here we have A and Y يعني Vowel and here D it's a consonant إمتى ندير هذا الشنجمون when we have verbs ending with consonant plus Y يعني إذا ما تكون عندي إمتى ندير هذا الشنجمون ونزيد نأكد هذا الشنجمون هذا present simple يكون عندنا في 3 pronoms personnels هي هي ات فين كيكون عندنا لشنجمون ديال و هذا القاعدة هذه ما تنطبق شغير على les verbes اللي كيساليوا بال Y قبل من Y عندي كنسون حتى على البلوريال يعني مني كنبغي نحول لنو من لسنجولي لبلوريال إلا كان عندي مثال ديال سيتي و نحول سيتي من لسنجولي يعني هذا عندي إتسرنال موقرات و اللي عندي سيتيز نفس القاعدة علاش حتى قبل من Y عندي كنسون مردو البال ديما علاش فكا نحكر على هاد القاعدة هذه حتى في لكي تيتيجر ديالنا في الرايتين ولا في سنتنسز دونك You made the same mistakes ديما يعني كتخلطوا ما بين لنان و لن لن مردو البال من يكون كنكتب باش الكتابة ديالي تكون صحيحة ومن تحش في الخاطع دونك هنا بالنسبة لاللسون اللولى هنا present simple دوزو دابل لدوزيان هنا غادي يكون عندنا present perfect ما غا مشيش لالكنتينيوز حيث الكنتينيوز هو الطون اللي سهل القاعدة دياله ديما اللي فاق نزيد عليه ing ما عندنا غير بعض الاشياء اللي خصنا نردو لها البال في develop نقدر غا نراجع عليه من بعد ما ادا بغادي ندير غير present perfect والperfect continue دونك باش نحيدو لل present وندوزو لل past دونك هنا في present perfect the rule is have or has plus past participle of the verb we use have with this personal pronouns or subject or subject and with he she it we use has when we use the present perfect here in the present perfect the time is not mentioned or it's not important the time of the action in this tense is not important when we say the time it's not important the action it's in the past we have done the action before we can say the action in the present the action is already there to act for example if i say for example i have this matter then i have seen that film two times here i have this keyword here we have the present perfect rule have plus the verb in the past participle here the verb that film here for example the phrase that when you look at a film and you saw one and you said this film that I saw two two this two 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 three timing it's not exact the timing is not mentioned the time is not mentioned the time the action starts and starts and the time is not changed it's not a phrase that does not change اما الاكتيفيته هنا كتكون بدات وكملات. توقيت ما كيكونش عندي. يعني ماشي بحال مثلا ال present ولا ال past كتكون كيكون عندي ديمو اللي كنكون عارف ان مثلا هذه الاكسيون هذي وقعات في هذل الطن هذا. اما ال present perfect توقيت ما كيكونش عندي. يعني الكيوردس اللي كيعطيونا او للكلمات اللي كنقدر للقى في الافخاز. for example عندنا just. عندنا yet. عندنا مثلا several times. several times اللي هي اوقات متعددة او متكررة. عندنا مثلا او 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 وانس. عندنا twice. عندنا ever. كنقدر لقى حتى never. هذو من بين الكلمات اللي كاللقاو. ما هذا الطوء هذا يعني كتقدر تلقى في الفراز أما باش تجي تلقى مثلا اكسپرسيون ديالوقت مضبوط اللي غتعرف انت فين غتدير لكونجاجون ديالالفرب ما كتكون شانا الحال مثلا البريزنت سيمبل الكيووردس اللي كنقدر لقى كيكون ديالالفريزنت يعني كتقدر ديالما تلقى every for example every day or every morning أولا مثلا every Monday يعني أولا الhabits يعني من اللي كنقوله habits يعني شي حاجة اللي كتكون habitude دائما for example I go to school every morning يعني دائما هذه وخانا ما ندرش every morning نقدر نعرف ان الافخاز عندي في في البرزنت سيمبل علاش حتي حاجة اللي كتكون كدر دائما يعني real fact عوثاني يعني لشوز كي سان فري مثلا من اللي غنقول cow gives milk يعني هنا البقر يعطي الحليب يعني هذه حاجة اللي هي معروفة أو لا مثلا غنقول water freezes at zero degree يعني لاخدنا لما ودرناه في درجة الحرارة ديالسفر يتجمد يعني حاجة اللي واقعية فغي دونك هذا اللي خاسكم تعقلوا عليه دونك بالنسبة هنا present simple وعننا هنا present perfect هنا غنا عاود نضطر لكم القاعدة ديال present perfect حيث هذا الوطن هذا بالضبط هو اللي غادي تبدوه وغادي ت نعتمد عليه بالنسبة للمتيحانة الباكالوريا دونك عندنا present perfect وغا يكون عندنا دابة هنديرو present perfect continues بالنسبة ل present perfect continues كين اختلاف موك والا ثالث حاجة غادي نديرو يعني الكلمة اللي سمعتوه را هي continuous يعني ما تقولوش اللا را كان شي شي خطأ او لا عش منوك تعني هالكلمة يا اما كنقولو continuous يا اما progressive اللي سمعتوها را نفس المنسبة موك القاعدة كتبقات قريبان ومن هنا in this tense معروفة هنا اش كيكون عندنا ومن هنا ومن هناك قاعدة ومن هناك قاعدة I for example I have been waiting here for an hour I have been waiting 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 for an hour here for an hour here I have been waiting for a period of time the time that I have started means I have a LASP at the time I arrived so I want to say this letter meaning you entered into the present meaning the letter or the action is starting and becomes always استمرنا حتى الـ present يعني the action still continued until the present قلنا هذا الأفخة يعني من الباست مثلاً اللي هو هنا من الساعة دي الثامنة حتى التاسعة يعني عندي فترة زمنية هنا يعني ربدات الأكسية من هذا الوقت بقت مستمر حتى الوقت اللي جيت فيه أنا يعني هنا التوقيت كيكون عندنا فلا فخاز كاللقى إما فور أو لسينس وكاللقى مثلاً كاللقى مثلاً كاللقى مثلاً كاللقى مثلاً لذلك كين دي الزكس خيشيون اللي كي بينو ليا التوقيت هذا هو present perfect continuous الفرق ما بينوما بال present perfect simple it's time in the first one the present perfect simple the time is not important we don't mention the time in distance it's different we have the time and we have expressions as for example since and we can find recently lately long and we have a lot of keywords to use with this tense that's it now for today and I will give you some exercises with this with this tenses past or present and present perfect continuous we can also do we will do for example some exercises for the past simple I can do it now that's it for the present and we will we will do now past simple just the past simple and tomorrow we're going to see past continues and the past perfect simple and the perfect continues inshallah in this tense we don't have a rule we have just regular verbs and irregular verbs for the first one regular verbs as for example watch finish study for watch we say watch it we added ed finished studied here we write ied the verb ending with consonant plus y we change the y to ied in the past in the present ies for the irregular verbs for the irregular verbs the second one you have to learn the list of the irregular verbs an example would be we say was were have had see so and etc we have a lot of the verb in this list you have to learn them in the past simple the action is happened in the past it begin and finished in the past as for example i played as for example i football football yesterday here we have yesterday it's a keyword play it's a regular verb we put the verb plus ed in the past because it's regular because it's regular as we can see that the phrase started to sell it meaning as we can say it's in the past meaning the action is in the past so as we started to sell it this is the time when you start to see another time here the keywords yesterday the way yesterday the way yesterday yesterday last 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 week last monday last month last year last year another year the şekl is the now last year last year last year last year last year last year year ago, a month ago. كي نعو تاني دوتر إكسرسيون يعني لابايت نحضر مثلا when I was I was for example a child. يعني نكن دير إكسرسيون ديال الباست. when I was a child. يعني مثلا انا سيتون إكسرسيون باش كنعبر على شي حاجة اللي كتكن دير فهذا في الباست. لنك هذا هو الباست سيمبل. لنك كما قلنا عنا وكانت تمنى انكم تحاولوا تحفظوا هذيك حيث مهمة بزاف وغتعاونكم في يعني تانسز عنا اه لطف اه تانسز. وعنا وتاني وكان بزاف يعني ديال اللحواج اللي غادي تحتاجوا فيها بزاف هذه اللاليش ديال لنك هذا فيما يخص للحصة ديال اليوم. وكما قلت لكم غادي نحطيكم ان شاء الله ديز إكسرسيس. غادي نلحوم لكم. ونتمنى انكم تخدموهم. ماشي مشكلة تخدموهم يعني ونناقشوهم من بعد. ان شاء الله. هذا فيما يخص الحصة ديال اليوم. ونتمنى ان شاء الله ان تكونوا يعني تتتت تراجعوا معي هاد الدروس هذو. واللي كان عنده شي تساؤل يسول ما كانش اشكال. ونتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ضمن ديالكم. وان شاء الله دروس من بعد رغدين نحاولوا نصوروهم ونقدرهم ونديروهم يعني صورة تواصل معكم بها. ونكونوا ان شاء الله كاملين اه يعني في في الموعيد ان شاء الله. كنشكركم مرة اخرى ونتمنى لكم التوفق ان شاء الله. الحياة الدراسية ديالكم وبالنسبة للناس اللي غادي يتفرجوا يعني اللي كي يكون خدامين ونتمنى لهم التوفق في الحياة ديالهم مع عملية ويا ربي فوت هاد الازمة هذه على خير. واحفظ لنا والدينا والناس اللي ازاز لنا والجميع المسلمين يا ربي. شكرا. وعانكم الله. شكرا.